ممكن البعض يقلق لما يرى خبر ان علي معلول اكتفى النهاردة بجلسة في الجامعة وما كانش موجود في التدريبات الجامعية عايز اطمنكم يا جماعة علي معلول بإذن الله جاهز للنهاء الافريقي علي معلول جاهز ان شاء الله والنهاردة بس كان تدريب استشفاء يعني خفيف شوية بالنسبة لعلي معلول عشان يكون جاهز في الفترة اللي جاية لكن بإذن الله ما تقلقوش علي معلول ان شاء الله هيكون موجود في الفترة اللي جاية وهو جزء بس من تخفيف الحمل التدريبي على علي معلول بعد الأداء المميز اللي ظهر به تحديداً خلال مباراة المقصة والضر اللي أدىه خلال التسعين دقيقة سواء بدني أو فني علي لطفي كمان انتظم النهاردة فيه التدريبات الجامعية كلنا عارفين أن علي لطفي من إصابة أبعادته آخر مباراتين ما كانش موجود في القائمة الأساسية بسبب إجهاد ده بسيط لكن الدكتور والجهاز الطبي طميننا أنه إن شاء الله علي يكون جاهز على مباراة تقايزاريتش بسبب فعل النهاردة أول تدريب لعلي لطفي في تدريبات الجامعية قبل السفر وده بيدينا طمأنينة خلال الفترة الجاية مباراة نهاية إفريقيا يكون علي موجود مع الشناو ومع مصطفى شبير بعد النهاية الإفريقي علي لطفي بإذن الله يكون جاهز لقيادة حراسة مرمى الأهلي في الدوري العام خلال الفترة اللي جاية والترابواليا برضو المباراة اللي فاتت البعض كان ألقاء من إصابة والترابواليا هل عيلحق بنهاية إفريقيا ولا لأ الحمد لله برضو الجهاز الطبي طمين على والترابواليا قال النهاردة أنه اكتفى بجلسة في اللجيم وقال إن بواليا خضع الأشعة على الرجبة يوم السبت الماضي كشفت بس يا زيل الأشعة أنه عنده التهاب بسيط في أوطار الرجبة لكن من خلال تدريب علاجي وطبيعي خلال الفترة اللي جاية هيكون جاهز للمراني الجماعي بدءا من يوم الأربع اللي جاي يعني نقدر نقول إن شاء الله بكرة في أول تدريب للفريق في المغرب هيكون والترابواليا في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي بإذن الله طيب